يتجدد الجدل بشأن اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في كل مرة يجتمع فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الرغم من أنها شكلت قبل عامين بدعم من المجلس قبل أيام من انعقاد المجلس قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان إن المنظمة الدولية يجب أن تتولى مسؤولية التحقيق في الانتهاكات في اليمن إذ أن حكومة البلاد غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة حسب تعبيره ودعت المفوضية في تقرير لها مجلس حقوق الإنسان للموافقة على التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين في اليمن اللجنة الوطنية التي تشكلت بقرار جمهوري وأعيد تشكيلها قبل نحو إسبوعين أصدرت تقريرها الثالث قبل أيام لكنها لا تزال تواجه حملات من التشكيك والاتهامات بعدم الحيادية وعدم القدرة على التعامل مع كافة الانتهاكات التي تقوم بها مختلف الأطراف ويشير المعارضون للجنة لعدم قدرتها على التحقيق في الانتهاكات التي يمارسها التحالف كملف السجون السرية الإماراتية في المحافظات الجنوبية التي كشفتها تكارير صحفية قبل فترة تقول المفوضية إنه لا يمكن اعتبار اللجنة الوطنية غير منحازة كما أنها غير معترف بها من كافة الأطراف المتحاربة وهذا يحد من قدرتها على الوصول للكثير من الأماكن إضافة إلى كونها تفتقل لأي أداة أو تفويض يمكنها من تحويل ما تتوصل إليه من نتائج إلى آلية مساءلة يعتد بها فيما يرى الطرف الداعم للجنة الوطنية أن فكرة اللجنة الدولية ليست بريئة وتقف خلفها مساعي لابتزاز التحالف العربي ليس إلا ويدعو هؤلاء إلى دعم اللجنة الوطنية لتحقيق الكفاءة المطلوبة في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في البلد بدلاً عن تجاوزها بعد كل ما أنجزته خلال العامين الماضيين